أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارته إلى صربيا تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي توليها العلاقات الثنائية وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أليكساندر فوتشيتش أن مصر تتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في المجالات كافة أتطلع إلى تحقيق نتائج مسمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحسن المشترك على الانتقاد بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تمييزاً أود أن أؤكد على تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات في ضوء ما يربط بلدينا من علاقات تاريخية فرية سواء على المستوى الصنائي منزبط للعلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على مستوى متعدد أطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز ولا تحتفلت سربيا في شهر أكتوبر بالذكرى الستين لأول مرة استضافته بالبراد للحركة للحركة